أهلا بكم مجدداً معكم نوريا سعالي من دون التعلم معناه وفي فيديو اليوم سأقوم بإضافة خيار من متعدد في نموذج اتصال كونتاكت 7 فكما تعرفون أن إضافة كونتاكت 7 هي خاصة بإضافة نماذج اتصال للموقع يعني إذا ذهبت إلى الإضافات وأضف جديد وقمت بكتابة كونتاكت 7 أو فقط كونتاكت سأجد هذه الإضافة كأول نتيجة فأنا قمت بتثبيتها وتفعيلها قبل قليل مجرد أني قمت بتفعيلها سيظهر ليه هنا بالجانب الاتصال كونتاكت فإذا ذهبت إلى نماذج الاتصال من هنا سأجد أن هناك نموذج اتصال يعني افتراضي أو تلقائي طبعاً إن شاءوا بشكل تلقائي وهناك كود قصير خاص به يمكنني نسخ هذا الكود بهذا الشكل الذهاب إلى المقالات كل المقالات أضف جديد وسأسمي هذه المقالة نموذج اتصال طبعاً عادة نموذج الاتصال يتم إضافته في صفحة وليس في مقالة ولكن هذا فقط لغيات التوضيح وهنا يمكنني نسخ الشورت كود مجرد أن أقوم بنسخه سيقول لي أن تم نسخه في كود قصير أو يمكنني إضافة مكون اسمه كود قصير موجود في الوجات اسمه كود قصير يمكنك استخدامه ونسخ هذا الكود فيه وهكذا فقط بذا قمت الآن بنشر هذه المقالة جيد وقمت بالذهاب لمشاهدة هذه المقالة سأجد أن هناك نموذج اتصال اسمك بشكل افتراضي سيكون اسمك بريدك افتروني الموضوع رسالتك وارسال طبعا بشكل تلقائي سيتم إرسال إذا أنا الآن قمت بارسال رسالة سيتم استلامها ستذهب إلى مدير الموقع إلى بريده الالكتروني الخاص بوورد برس أو البريد الالكتروني الذي يتم وضعه في صفحة في نموذج الاتصال فذا قمت الآن بتحرير من هنا والذهاب إلى البريد الالكتروني فسيتم الذهاب هذه الرسالة إذا أرسل لي أي شخص رسالة من هنا سيتم إرسالها إلى mail.mail.com وهو بريد الوهمي الذي أضعه في وورد برس في حالتكم يمكنكم تغيير البريد من هنا وتغيير الأمور المتعلقة كيفية إرسال رسالة من هنا لكن بعض الأشخاص سألني منذ فترة أني أريد مثلا إضافة زر يستطيع فيه المرسل أن يرفع لي ملف مثلا ملف سيرة هذاتية وقم بإنشاء فيديو حول كيفية إنشاء ملف كيف يمكن للزائر للموقع أن يرسل لك رسالة فيها ملف إن كان سيرة ذاتية أو أي ملف آخر تم طرح سؤال آخر هو أن كيف يمكن أن أريد أن أقوم بدورة على الإنترنت أو أقدم مجموعة كورسات على الإنترنت وأريد مثلا أشخاص أن يختاروا الكورس الذي يريدون أن ينتموا إليه أو أن ينضموا إليه فبكل بساطة يمكن ذلك بعدة طرق فدعونا أريكم كيف الفكرة لدينا هذا النموذج الإفتراضي يمكننا مسح أشياء منه لا نريدها فإذا شخص يريد الإنضمام لدورة فعلى الإنترنت أو كورس فنحن نحتاج منه أن يدخل بريده الإلكتروني الموضوع لا أعتقد نحتاج منه أن يدخل أي موضوع رسالته لا نحتاج منه أن يدخل أي رسالة ولكن نحتاج منه أن يدخل الكورس الذي يريد الإنتماء إليه أو الانضمام إليه فيمكننا مثلا بالأعلى أن نختار شيء اسمه قائمة منسدلة ومن هنا نقول أن هذا الحق المطلوب لأنه يجب أن يختار الكورس الذي يريد أن ينضم إليه وهنا نختار خيارات هذه القائمة مثلا كورس واحد نقوم بالنقر إنتر لإدخال الخيار الثاني كورس اثنين كورس ثلاثة كورس أربعة هنا يقول هل تسمح لي المشترك أن يختار عدد خيارات مثلا أن يشترك بأكثر من كورس ماذا تريد نعم أم لا لا فقط عليها أن يختار كورس واحد إدراج عنصر فارغ في الخيار الأول أي في الخيار الأول الافتراضي أن لا يكون هناك عنصر لا أريد خيار وإدراج جيد الآن ما علي إلا أقوم بحفظ هذا النموذج أذهب إلى صفحة نموذج الاتصال وأقوم بالتحديث فسأجد بنموذج الاتصال سيطلب منه أن يدخل اسمه يدخل بريد الكتروني ويدخل الكورس الذي يريد أن يدخل فيه أو أن يشترك فيه فعال كورس واحد كورس اثنين عن طريقة قائمة منسدلة وإرسال هذه الرسالة مرة أخرى ستأتي إلى بريدك الكتروني هناك أيضا طريقة أخرى ليس إدخال قائمة منسدلة بل اختيار حقول يعني أن يختار أحدنا الحقول أن تكون بشكل أفقي اسم هذا الموضوع هو أزرار الراديو أو راديو بوتنز فمن هنا يمكننا أيضا إدخال الخيارات مثلا كورس واحد كورس اثنين كورس ثلاثة كورس أربعة ونفس الفكرة هل تريد وضع نص حق الاختيار أولا قبل خانة الاختيار ملائمة كل بنت مع عناصر التسمية سأتركها كما هي وإدراج والآن سأقوم بحفظ وهنا سأقوم بتحديث الصفحة سأجد أنه سيطلب منه اسمه بريد الكتروني أدخل الكورس كورس واحد كورس اثنين كورس ثلاثة كورس أربعة اختار واحد من هذه الكورسات وإرسال أيضا هناك طريقة أخرى هي إذا أردت أن يدخل أكثر من كورس بنفس الوقت فسنختار مثلا حقول الاختيار هذا ونفس الفكرة طبعا نحن نسينا أن نحدد ذلك الحقل أنه حقل إجباري أو مطلوب كل شخص يجب أن يدخل بكورس معين فإذا هنا مثلا كورس واحد كورس اثنين مثلا فقط كورسين أو مثلا كورس ثلاثة حقل مطلوب نعم وإدراج الوسم والآن حفظ وثم أعود إلى هنا وتحديث سأجد أن اسمه بريده والآن يمكنني اختيار أكثر من كورس في نفس الوقت أريد اختيار هذا الكورس هذا الكورس وهذا الكورس أقوم بالانضمام إليه فإذا هذا كله لي فيديو اليوم أتمنى أنه كان مفيد وألقاكم لاحقا ترجمة نانسي قنقر